مرحبا دكتور زافر عبيد متحدث معكم اليوم عن موضوع التوتر والشدة والضغط النفسي من المعروف أنه ليس من أحد ما يعني في هذا العالم في هذا الكون إلا ولديه يعني مشاكل وهموم وضغوطات نفسية شخصية وعائلية وفي العمل وفي المدرسة هذه الأمور يعني تؤثر على صحة الإنسان بشكل عام هناك بعض الناس الذين يستطيعون التأقلم مع هذا الموضوع وهناك بعض الناس الذين لا يستطيعون التأقلم حتى من يستطيع التأقلم مع هذا الموضوع فإنه بالنهاية سيؤثر عليه عاجلاً أو ماجلاً لأنه الشدة والضغط النفسي تؤدي إلى إفراز مادة الأدرينالين وهذه المادة يعني بالنهاية يعني مع استمرار التوتر بشكل عام تؤدي إلى اختلاطات ليس أقلها ارتفاع الضغط مشاكل في القلب القرحة يعني مشاكل وهناك طبعاً الضغوطات التي تؤدي بنهاية إلى توتر نفسي وقلق نفسي والاكتئاب وقلة النوم وما تجروا هذه جميعها من يعني اختلاطات تؤثر أكثر في المستقبل لذلك ما أنصح به أنه يحاول الإنسان قدر الإمكان أنه ينظم أموره عدم محاولة أنه يعني يضغط على نفسه بشكل كبير النوم مفيد جداً التخفيف من المنبهات القهبة والشاي قدر الإمكان أعطاء وقت فراغ للراحة من ضغط العمل الاستمتاع مع العائلة ومع الأصدقاء أخذ عطل كافية أخذ عطلة نهاية أسبوع يعني لا يحاول الإنسان أنه يظن أنه قادر على عمل كل شيء لأنه يوماً ما سيعني يتعب جسدياً ونفسياً من يستطيع أنه يفكر أنه يستطيع أن يعمل 24 ساعة في اليوم سبعة أيام في الأسبوع دون التوقف في النهاية هذه كلها ستؤثر على صحتك وعلى أمورك وعلى نفسيتك فهذه الإرشادات مفيدة لأنه نحن كمان بنرى يعني أنه الكثير من الأمراض التي نراها في العيادة بشكل يومي ناتجة عن الضغط وعن التوتر وعن الشدة النفسية هناك من قال أنه 60% من زيارات الطبيب هي نتيجة السترس أو التوتر وهذا طبعاً نراه بشكل يومي شكراً لكم للاستماع لهذه النصيح ترجمة نانسي قنقر ؟؟؟؟؟ اشتركوا في القناة